لا يزال العنف يشكل أخطر الكوابيس التي يخشاها العراقيون فمن العنف تولد الاغتيالات وبأنامله تنتهك السيادة وبسلاحه تعم الفوضى ويجهض الأمن ويصبح الاستقرار أمنية بعيدة المنال مشعلوا الفتن ومثيروا النزاعات لا يزالون يتربصون بخطة الحكومة الرامية إلى تدعيم ركائز الأمن والاستقرار والمضي في البناء والإعمار والتنمية ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من اغتيالات في بابل والنجف لا يمثل خرقا في جدار الأمن المنشود وحسب وإنما يمثل ناقص خطر ينذر بظهور تطرف كان قاب قوسين أو أدنى من الاندثار في العراق وهو ما يثير مخاوف واسعة من العودة إلى مربع العنف الذي ظن العراقيون أنه أصبح من الماضي مراقبون يعزون هذه العودة المحمومة إلى دوامة العنف أو مقدمة بعودته بتعبير أدق إلى سطوة السلاح المنفلت من جهة والمصالح الشخصية التي وضعتها أحزاب كبيرة ومتنفذون فوق المصلحة العليا للعراق أرضا وشعبا وتاريخا وحضارة من جهة ثانية ويظل الأمن في العراق منتقصا ما لم يقضي على السلاح المنفلت ويعم السلام وتصبح الخروقات التي عاتت في العراق والعراقيين لأكثر من عقدين مجرد قصص تروى للأجيال القادمة ويظل السؤال الأوحد حاليا متى سيغادر العراق دوامة العنف ويصبح القانون أكبر من الأحزاب والأشخاص